تابع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق الذي نفذته تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى ووحداتها واجتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي سيناريوهات تشهدها بيئة العمليات أثناء تنفيذ معركة دفاعية بمشاركة مختلف صنوف القوات المسلحة كما ثابع جلالته عبر شاشات عرض فعاليات دفاع ساحلية أو فعاليات دفاع ساحلية بحرية لسيناريو يحاكي هجوما معاديا على المياه الإقليمية مشيدا بالمستوى المتميز والكفاءة العالية للمشاركين في تنفيذ التمرين ويهدف التمرين لاختبار الجاهزية العملياتية والقطارية لمرتبات التشكيلات المشاركة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وصنع القرار خلال الظروف المشابهة في العمليات التقليدية وغير التقليدية والواجبات المحتملة بأغلبية الأصوات قر مجلس النواب اليوم مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان حيث وافق الأعضاء على أن لا يكون رئيس المركز منتسبا لأي حزب سياسي تحت قبة البرلمان كان رئيس مجلس المركز الوطني لحقوق الإنسان محط جدل بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى فبعض النواب وقبل موافقتهم بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون المركز رفضوا تعديل المادة الثانية من المشروع التي تنص على أن لا يكون رئيس المركز منتسبا لأي حزب سياسي في مشروع القانون وفي الشخصيات التي تم استثنائها من مناصب عندما تكون على خلفيات حزبية هل نحن نشيطن الحزبيين؟ هل الحزبي إذا استلم سيكون شيطان في موقعه؟ لست أدري كيف ندفع باتجاه أن يكون صاحب الولاية العامة رئيس الوزراء محزب وحزبي وفي نفس الوقت نعيش تناقضات أن نستثني وظائف لا ضير أن كان المسؤول حزبي لذلك أنا ضد وضع هذا الشرق وكان ينبغي أن يوضع شرق عدم أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أو مقبول لدى المجتمع المدني والحزبي والسياسي في هذه المرضى في المقابل فإن بعض آراء نواب اجتمعت بأن هذا التعديل له إيجابيات عديدة أبرزها الحيادية ما يقضي بعدم انتساب رئيس المركز لحزب وهو الأصح بنظرهم وأنا مع نزع صلاحية من المجلل أن يكون الرئيس حزبيا وأيضا المفاوض العام وأنا قد أتفق مع أن لا يكون على رأس هذه المؤسسة شخصية حزبية وهذا ليس نيلا من العملية الحزبية العملية الحزبية قادمة وستكون مكثفة ومركزة في مجلس النواب وفي الحكومات أما الحكومة على لسان رئيسها الدكتور بشر الخصام فإن هذا التعديل برأيه متسق تماما مع التمكين الحزبي وأن ذلك يقتضي أيضا بأن تكون الجهات الرقابية محايدة أسوة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وغيرها من الجهات المحددة الفلسفة المرتكز إليها التعديل المقترح المعروض على مجلسكم الكريم متسقة تماما مع فلسفة التمكين الحزبي ومع الفلسفة الضرورية والأساسية القاضية بالتزامن مع ذلك بأن تكون على سبيل المثال الجهات الرقابية والقائمين على الجهات الرقابية غير حزبيين أن تكون الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة غير محزبين وبالتأكيد أن تكون المراكز المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن منظومتها الحالية أو الإضافات المستقبلية عليها غير محزبين والتعديل المقترح الأخير على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان يتواءم مع نص المادة السادسة من قانون الأحزاب السياسية النافذ فيما يتعلق بالجهات الرقابية التي ينبغي أن لا يكون القائم عليها حزبيين دمج وزارتي تعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم إحدى الخطط التي وضعتها الحكومة على خريطة تحديث القطاع العام التي أعلنت عنها أمس لتصبح تحت مسمى وزارة للتربية وتنمية الموارد البشرية بحيث يعمل تحت مظلتها قطاع الحضنات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني والتقني للحديث أكثر عن خطة التطوير التي تطال قطاع تعليم العالي ينضم إلينا من عمان عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور بلال المومني أهلا بك دكتور يعني بعد اطلاعكم على خطة التطوير برأيكم ما هي الفائدة المرجوة من الدمج المقرر بعيدا طبعا عن تطوير القطاع العام يعني ببداية استمعنا لما خرجت به الحكومة من هذا الأمر وكان التبرير بين الهدف والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبرأيي أنا ذلك لن يتأتى من خلال دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأيضا كمان شملة خطة الدمج مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات برأيي هذه المنظومة كلها أنا لا أتفق حقيقة ولا أرى بأنه من الممكن أن أتحقق الشيء المأمول منها يعني أنت لا ترى أن هناك يوجد أي فائدة من عملية الدمج؟ أنا أرى بأنه الدمج لن يحقق الفائدة المرجوة لن يحقق الفائدة المأمولة منه أو الشيء التي تطمح إلى الحكومة وأنا برأيي بأنه التبريرات التي خرجت فيها الحكومة لا تتفق مع عملية لا تتفق ومبرر الدمج حقيقة يعني أنا بعرف أن وزارة التربية والتعليم عليها مهام ملقاة كبيرة ويعني أعباء هائلة وأيضا وزارة التربية أصلا بوضحها الحالي يعني وزير يعني بمواجهة هاي الأعباء حقيقة يعني العمل شاق ومضي فما بالك عند الدمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم وأيضا تدريب المهني مع هيئة تنمية المهارات أنا برأيي أن هذا الأمر كان فيه تسرع وكان يجب دراسة وبشكل أعمق من ذلك حتى نخرج بالفائدة المرجوة أنا ممكن أفهم دمج هيئة مع وزارة تعمل بنفس القطاع ولكن دمج وزارتين بهذا الشكل وزارتين تتحملان أعباء كبيرة سواء كان وزارة تربية والتعليم أو كانت وزارة التعليم العالي وأنه يعني والله التبرير بأنه مخرجات التربية والتعليم هي نفسها مدخلات التعليم العالي نظريا باتفق مع ذلك ولكن على واقع الحال برأيي الأمر مختلف جدا وكان بحاجة أنا برأيي لدراسي أعمق وبحاجة إلى دراسات متعمقة بهذا المجال كان هناك تسرع تحديدا بما يتعلق بدمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأيضا أن الخروج بأنه راح يكون في وزارة واحدة اسمها راح يكون وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية يعني نحن نعرف أنه بالأردن الكنز اللي نحن نتغنى فيه هو التعليم وحتى نعزز كفاءة العنصر البشري يتأتى ذلك من خلال التعليم هذه معاني كلها أنا باتفق معها ولكن دمج كل هاي الأجسام بجسم واحد باسم وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية يعني أنا هنا السؤال لماذا لم يطلق عليها وزارة التعليم مثلا وتنمية الموارد البشرية لماذا وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية برأيك دكتور والله يعني احنا بحاجة لتبريرات لاحقا وتبيان الاسباب من قبل الحكومة انا لا اجد هناك اي مبرر ولا اجد هناك اي تفسير ويعني كان والله المحافظة على وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد كان يعني ممكن يكون ولكن حتى تكون مفهوم التعليم وكأنه في غايات غير واضحة وغير معلن عنها ستكون في قادم الايام ولكن برأيي عملية الدمج بهذا الشكل ابدا لم تكن صحيح في ظل الحديث مؤخرا عن اهمية تشجيع الطلبة الى التوجه الى التعليم المهني والتقني هل هذا الدمج دعني اقول الذي يشمل مؤسسة التدريب المهني ايضا يمهد لالغاء او الى الطريق لالغاء مرحلة التوجيه والانتقال الى القبول المباشر في الجامعات اخي العزيز مؤسس التدريب المهني تعمل على تزويد الطلاب اللي ما بيلتحقوا بالتعليم الاكاديمي بالصفوف من العاشر ولغاية الثالث ثانوي هاي المرحلة الثانوية اللي الطالب ما بيلتحق فيها وبتوجه باتجاه مراكز التدريب المهني حتى يأخذوا التدريب في مهن مختلفة هذا الامر لن يكون هناك او لن يحقق الغاية في تزويد الطلاب في المراحل الجامعية كنا تحدثنا سابقا مع المعنيين في التعليم العالي وقلنا بانه يجب تزويد خريجي الجامعات بالمهارات اللي بتتوائم واللي بتتفق مع تخصصاتهم يعني يكون في جانب نظري اكاديمي ولكن يكون في جانب عملي من خلال تزويد الخريجين بهذه المهارات لكن الحاق مؤسس التدريب المهني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي انا برأيي لا يحقق ذلك ممكن مؤسس تدريب المهارات ممكن تكون عامل مساعد في تزويد الخريجين وتزويد طلاب طلبة الجامعات ولكن مؤسس التدريب المهني انا حقيقة لغاية الان لم استوعب لماذا وهذا الحكي راح يكون انه فيه نقاش وانه فيه حديث مطول مع المعنيين في الحكومة وتحديدا فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم على وجه الخصوص انا ما زلت بحكي فكرة واحدة بانه تزويد الخريج بالمهارات لا يعني ابدا دمج الوزارة مع مؤسس التدريب المهني وتنمية المهارات التقنية وكنا تحدث وأما موضوع التدريب المهني والتعليم التقني هذا الامر مش جديد جلالة الملك من 20 سنة بيتكلم عن هذا الامر وبيتكلم عن القفز اللي احنا ممكن نحققها ولكن هذا هل يتحل ممكن انه يحصل عليها من خلال دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي انا برأيي لم تكن الحكومة صعبة في هذا المجال والايام القادمة ستثبت ذلك طيب خلال المرحلة الاولى التي سيتم بها هذا الدمج من قبل الحكومة ما هو دوركم التشريعي كلجنة تعليم او كلجنة تعليم النيابية شوف هذا هذا انت بتعرف هذا الامر بحاجة الى تعديلات تتعلق بالقوانين المتعلقة بعمل هاي الوزارات لا شك ان هاي القوانين راح تحال الى مجلس النواب لاحقا لتعديلها وما شابه احنا راح يكون انا راح يكون انا كلام احنا كان انا كلام سابقا قبل ما يتم الاعلان عن الخطة الحكومية وقلنا انه لا يستقيم الامر بدمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي انا ممكن اتفهم بانه والله في بوزارة التربية والتعليم قسم معادلة الشهادات وايضا في وزارة التعليم العالي قسم معادلة الشهادات والاعتراف وما شابه لكن هذا التشابه بأسماء المديريات أبدا لا يتضمن تشابه في أعمال المنبثقة عنها برأيي كان يجب هناك أن يكون دراسات مطولة ومعمقة بشكل أكبر على عملية الدمج خاصة أننا الآن نتحدث عن أن هذا الدمج سيكون بالفترة الزمنية من الأعوام 2022-2025 برأيي موضوع الاستراتيجي الوطني لتنمية الموارد البشرية اللي أقرت في العام 2015 واللي كانت على أساس تقرأ على مدار عشر سنوات التأخر في العمل عليها والتمهل بذلك حتى هذا الوقت برأيي هذه السرعة ما كانت مبررة وكان يجب أنه كان التعليم أخوي العزيز التعليم هو كنز هذا الوطن يجب التعليم بأي شيء يتعلق في تطبيب التعليم دكتور بلال المومني كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك من بلعمة في المفرق اكتشف بدر الخوالد قبل 15 عاما حبه للنحل وعشق تربيته ومن خليتين يمتلك الخوالد اليوم 50 خلية وبازدياد وسط آمال بدعم وتعاون لتطوير عمله بلشنا منذ 15 سنة بهواية شغل النحل بلشت بخليتين نحل واجتهدت واشتغلت حالي طبعا كله فضل رب العمية جهد شخصي مش يعني بدعم من أي جهة من خليتين صار الآن عندي 50 خلية رغم يعني الواحد يمر عليه شوية ظروف صعبة بالتسويق وكذا وشغل النحل وإحنا عتبنا على دار الدواء ومدرية الزراعة بتسويق النحل لأنه إحنا النحل التجاري بالأسواق يعني يعيق مصدرنا وشغلنا أبرز التحديات يا سيد العزيز إحنا مرات نتعرض لظروف المناخ أي على الكل على مستوى العالم كامل تغلبات المناخ أما لكن إحنا نواجه مشكلة الصعوبة بالنحل فترة شار ثمنية هذا تواجهنا صعوبة أن الدبور يبلش يهاجم بنا يهاجم بالنحل يعيق النحل لكن إحنا فضل رب العالميين صاروا يجيبوا سموم من بره من خارج الأردن سموم يعني مطور فتاك يعني يقضي على الدبور يعني نتخلص منه نعملوا خلطات سموم مع شوية لحمة نخلط له نحطه عند باب الخلية يجي ينقل ويأخذ على البيت تابعه يشطف البيت كامل احنا نتمنى أن وزارة الزراعة تدعمنا نلاقي دعم يعني عشان نطوره نشتغل على النحل قدام ننشر فكرة أنه تربيت النحل مستوى المحافظة مستوى المملكة كاملة يعني تربيت النحل تربية حلوة يعني الإنسان ما لازم يستسلم من أول سنة يعني ونحافظ على سلالات هادية ونحل مطور ونحل للأفضل إن شاء الله تعالي مقاوم للبرد للفار والأمراض والله في عندي أكثر من سلالة عندي بكفاص طبعا هادي وعندي كرليوني وعندي كارنكا وعندي كربات طبعا أكثر الملكات أنا جبتنا جربتنا عنده دكتور طبعا ملكات يعني منتزات جدا جدا يعني أخذنا من بناتهم جربناها نجمع على العسل أداء جيد منتاز من ناحية هدوء من ناحية العسل الشغل حضنة ما شاء الله بصلاة لعنا بإشي يعني منتاز وقبل الختام نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر